ينبغي أن نعلم أن الله عز وجل لما وصف عذاوة الشيطان في القرآن وصفها بأنها بينة ومعنى بينة أي أنها لا تخفى على أحد حتى تقوم حجة الله كاملة وتكرر في كثير من آيات القرآن قول الله عز وجل إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبين إنه عدو مضل مبين وقال تعالى فتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو فعداوة الشيطان بينه فكان ينبغي للمرء أن يحترز منها وأنزل الله عز وجل الكتب وأرسل الرسل للتذكير بهذه العداوة ومما يدل على شدة عداوة هذا الشيطان لابن آدم حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وآله وسلم ما من مولود يولد إلا وينخسه الشيطان ساعة يولد لذلك يستهل صارخا يعني المولود أول ما ينزل من بطن أمه ينزل صارخا المعنى الذي جعله يصرخ أن الشيطان نخسه وهو ينزل من بطن أمه مع أن هذا المولود لا له سن تقطع ولا يد تبطش يعني ما فعل شيئا قط لكن هذا لشدة عداوته وفرط عداوته الإنسان يذكره بأنه على الرصد طيب إذا كان الشيطان بهذه المثابة فنحن نذكر اليوم أحد أهم مصايد الشيطان ولكن انظر كيف وضعت هذه المصيدة قال الله عز وجل إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولا أضلنهم أنا بس عايزكم تاخدوا بالكم من التلات كلمات اللي جايين دول ولا أضلنهم ولا أمنينهم ولا آمرنهم فلا يبتكن آذان الأنعام ولا آمرنهم فلا يغيرن خلق الله أحسن شكرا